موسيقى منتصف الليل في العاصمة طرابلس حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين طيران عملية الكرامة يشن أربع غراتٍ الاربعاء على منطقة جنفودا والهلال الأحمر بنغازي ينتشل أربع جثةٍ من مياه البحر بالمنطقة الواقعة بين شاطئ سيدي علي وشاطئ دريانا المجلس الأعلى للدولة يطالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومته وإعلانها ويقول إنه سيبدأ ممارسة صالحياته كاملةً وفق مواد الاتفاق السياسي إلى حين إنعقاد مجلس النواب على هامش الدورة الحادية والسبعين جمعية الأمم المتحدة مواقف دولية تدعم التوافق في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في التصدي للإرهاب أهلا بكم إلى التفاصيل قالت رئاسة الأركان الجوية تبعة لقوات عملية الكرامة إن طائرات تابعة لها من نوع ميج 21 وميج 23 قامت بشن أربع غرات جوية لأربعاء استهدفت تمركزات في منطقة جنفودا الواقعة غرب مدينة بنغازي وأضافت رئاسة الأركان الجوية تبعة لقوات عملية الكرامة عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطائرات قد استهدفت منزلاً يحتوي على عدد من الأفراد والذخائر وآليات مسلحة ومقراً للمضادات الأرضية من جهته أكد مركز السرايا للإعلام أن السلاح الجو تابع لقوات عملية الكرامة شن أمس الإربعاء أربع غرات جوية استهدفت منطقة غرب مدينة بنغازي أضحت النفذة الإعلامية لمجلس شورى بنغازي أن طائرة من دون طيار من نوع بريدوتور شنت غارة جوية مساء الإربعاء على منطقة القوارشة دون ذكر أي تفاصيل إضافية قام فريق انتشال الجوثة تابع للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بانتشال أربع جوثة مجهولة الهوية أضح الهلال الأحمر فرع بنغازي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الجوثة قد تم إخراجها من مياه البحر من المنطقة الواقعة بين شاطئ سيدي علي وشاطئ دريانا وقد تم نقلها لثلاجة الموتى في مركز بنغازي الطبي في موضوع آخر أصدر الحاكم العسكري من المنطقة الممتدة من درنة وحتى بن جواد المكلف من قبل مجلس النواب عبد الرازق النظوري قررا يقضي بتشكيل لجنة المؤقتة تمارس اختصاصات الإدارة العامة بالشركة العامة للكهرباء وبحسب القرار فإن اللجنة تقوم بالإشراف على قطاع الكهرباء ومتبعة مشروعات الشركة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعانيها والمتمثلة في انقطاع تيار الكهربائي والتأخر في صرف المرتبات كما أسند القرار للجنة مهمة العمل على إصلاح وصيانة أبراج الخطوط الهوائية والشبكات التي تعرضت للدمار والعمل على تفعيل مكاتب خدمات المستهلكين وجهاز الشرطة الكهربائية وجباية الإرادات وقطع توصيلات غير الشرعية وتطبيق لوائح الشركة العامة على المخالفين بكل قوة بحسب البيان أكد مدير مستشفى العافية في مدينة هون أبو بكر نصر مقتل سبع نساء بينهن طفلة وإصابة خمسة أشخاص آخرين من منطقة المشاشية وذلك جراء قصف لطائرة حربية خيمة نساء في مشروع نينة الزراعية عضح نصر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن من بين الجرحة فتاة أصيبت بشكل بالغ لافتا إلى أنه قد تم إجراء عملية جراحية لها وهي بحالة مستقرة مضيفا أن باقي الإختصاصات أو باقي الإصابات خفيفة بحسب قوله وأفد مدير مستشفى العافية بأن كل الإصابات كانت بواسطة شضايا مدفعية مشيرا إلى أن العائلات كانت في رحلة للعلاج الطبيعي في المنطقة من جهته قال عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد إن القصف الجوي الذي نفذته طائرات مجهولة على منطقة نينة القريبة من مدينة سوكنا أصفر عن سقوط سبعة قتلى من النساء وعدد من الجرحة أضف رشيد لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم نقل القتلى والجرحة إلى مستشفى عافية بهون مشيرا إلى أنه لم يتم معرفة الجهة المسؤولة عن القصف حتى الآن ودع عميد بلدية الجفرة جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في المنطقة الممتدة من مدينة سوكنا إلى منطقة نينة الزراعية في بلدية الجفرة وأكد الرشيد أن بلدية الجفرة تنأى بنفسها عن الصراعات مطالبا أطراف النزاع بالحفاظ على أرواح المدنيين العزل في سياق متصل نفل متحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية تبعتي لعملية البنيان المرصوص محمد جنونو الأنباء المتداولة بخصوص تنفيذ طائرات البنيان المرصوص لقصف جوي على المنطقة القريبة من مدينة سوكنا وأشار جنونو في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن غرفة عمليات الطوارئ الجوية تلقت معلومات تفيد بتحليق طيران مجهول في منطقة الجفرة قبل القصف مؤكدا أن الغرفة تعمل على كشف الجهة المسؤولة عن هذا القصف قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية موسى الكوني أن وزارة الدفاع تتحرى عن ملابسات ودوافع الغارة التي سهدفت مشروع نينة الزراعي والجهة التي قامت بتنفيذها مؤكدا بأنه لا يتم التساهل بشأن ذلك ودن الكوني عبر تغريدة له بشدة الغارة التي نفذت من قبل جهة خارجة عن القانون بحسب وصفه مستهدفة مواقع مدنية بمشروع نينة الزراعية في منطقة الجفرة ما أسفر عن مقتل وجرح أعدد من المدنيين هذا وقد غرد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر قائلا أن التقارير الصادر حول الضربة الجوية في منطقة الجفرة قرب سوكنا صادمة أعضح كوبلر أن سقوط ضحايا من المدنيين أمر غير مقبول لافتا إلى أن القصف خلف العديد من القتلى والجرحى في ملف أخر قال عضو المركز العالمي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب أن كافة محاور القتال في مدينة سرط تشهد هدوءا حذرا منذ أمس الإربعاء أعضح سويب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن سلاح الجو الليبي وطيران الدعم الدولي نفذ عددا من الضربات الجوية أول أمس الخميس على تمركزات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة مضيفا أن السلاح الجو يواصل طلعاته الجوية لرصد تحركات التنظيم بحسب قوله قال المتحدث باسم مستشفى مصرات المركزي أكرام جليوان أن المستشفى قد استقبل ستة أطباء إيطاليين من تخصصات مختلفة بناء على اتفاقية مسبقة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية أعضح جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأطباء قد تم توزيعهم على أقسام الجراحة العامة والمخ والعصاب والعناية والتخدير بالإضافة إلى قسم الحروق والتجميل وأضاف جليوان أن الأطباء باشر عملهم في المستشفى مشيرا إلى أن المدة التي سيعمل خلالها الأطباء في المستشفى لم تحدد بعد بحسب قوله من جهة أخرى أكد المتحدث باسم مستشفى مصرات المركزي أكرام جليوان استمرار العمل لإنشاء مستشفى ميدني بالكلية الجوية في المدينة وأضاف جليوان أن المستشفى سيكون بسعة ستين سريرا وغرفة عمليات طوارئ واحدة مشيرا إلى أنه فور تجهيز المستشفى سيتم استقدام العناصر الطبية والطبية المساعدة لاستقبال الحالات المرضية وجرح قوات البنيان المرصوص بحسب قوله في موضوع أخر دعا المجلس الأعلى للدولة ثور ليبيا والأطراف العسكرية كافة إلى رص الصفوف ونبذ الخلفات دعيا القوات التابعة لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني إلى تأمين المناطق الوقاعة تحت سيطرة المجلس الرئاسي وعلى رأسها العاصمة طرابلوس هذا وقد استنكر المجلس الأعلى للدولة هجوم قوات عملية الكرامة على الموانئ النفطية وإدخال منطقة الهلال النفطي في صراع مسلح محذرا من تدعيات ذلك كما دانا المجلس الأعلى للدولة موصفه بالهجوم الإجرامي على منطقة الجفرة طالب المجلس الأعلى للدولة في مؤتمر صحفي المجلس الرئاسي بتشكيل حكومته والإعلان عنها بالتشاور معه وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للاستمرار في عمله والبدء فورا في استكمال تشكيل حكومته والإعلان عنها بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي دعوة المجتمع الدولي لوقف محاولات بعض الدول إجهاض الاتفاق السياسي وتدخلها في الشأن الليبي وقد وصل ببعض الدول أن قدمت الدعم العسكري لما يسمى بقوات الكرامة التصيد العسكري من قبل قوات الكرامة وتكريسها للحكم العسكري بتعينها عمداء بلديات بدل العمداء المنتخبين بشكل شرعي قابله رفض من المجلس الأعلى للدولة مؤكدين رفضهم لعودة النظام الشمولي كل يوم ممارسات وتصيد يؤكد شيء واحد وهو التضحي بالوطن من أجل العودة بنا إلى إنتاج نظام ديكتاتوري جديد تحت مسميات أخرى اتهام وإدانة طالت أيضا رئيس مجلس النواب عقيرة صالح حيث اتهمه المجلس الأعلى للدولة بتوفير الغطاء السياسي للانقلاب العسكري المجلس الأعلى للدولة دعا المجلس الرئاسي إلى الإصراع في تنظيم المؤسسة العسكرية وتسمية قياداتها ودعوة القوات التابعة له لتأمين العاصمة طرابلس خطوة يرى مراقبون أنها تأتي بعد عجز المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن إقناع مجلس النواب بتنفيذ باقي بنود الاتفاق السياسي ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة طبرق عضو مجلس النواب صالح فحيمة سيد فحيمة بداية ما تعليقكم على ما صدر عن المجلس الأعلى للدولة اليوم بشأن الأحداث في منطقة الهلال النفطية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا ما حدث متوقع من سلطة كانت قد انقلبت من قبل على السلطة السجرية وهي أساس المشكلة يعني نحن في مجلس النواب خصوصا المعترضين على بعض برود الاتفاق السياسي كنا نعلم أن هذا سيحدث إن عاجلا أم آجلا فنحن يعني لم نستغرب هذا الشيء طيب سيد فحيمة المجلس أكد عزمه القيام بكافة اختصاصاته وفقا للاتفاق السياسي إلى حين انعقاد جلسة كاملة النصاب لمجلس النواب كيف ترون هذا الموقف يعني عندما يتحدثون عن جلسة كاملة النصاب أعتقد أن كل النبيين وكل العالم قد شاهدوا آخر جلسة مكتملة النصاب وهي لا تزال معلقة على جسد الأعمال نفسها وفقا للعيحة الداخلية هذه جلسة التي انعقدت أعتقد يوم 20 أغسطس إذا لم تكن من ذاكرة وكما فيها التصويت على التشكيل التي تقدم بها المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب وتم إسقاطها وفقا للإكتفاق السياسي وفقا للعيحة الدستورية طيب في ظل ما بدر عن المجلس الأعلى للدولة وعدم منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق حتى الآن كيف تتنبأ بالتطورات السياسية على المدى القريب الوضع طعب جدا ولا يستطيع أحد تكاهن بما سيكون في المستقبل ولكن من موقعي أدعو الجميع إلى ضبط النفس وأعرف جيدا أن العالم لن يتعامل مع هذا البيان المضحك صراحة وأعرف أيضا أن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لن يتعامل إلى مثل هذه البيانات التي تبين مدى التخبط الذي وصل على هذا الجسم الذي أصلا هو زيار شرعي وفقا للألم بستير وفقا أيضا حتى للإكتفاق السياسي إذن عضو مجلس النواب صالح حفحيمة حدثنا عبر الهاتف من مدينة طبرق شكرا جزيلا لك في موضوع آخر أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا مارتين كوبلر عقده اجتماعين في نيويورك مع مسؤولين دوليين بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا أوضح المبعوث الأممي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اجتماعه مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني ومناقشة الأوضاع في ليبيا والدور الإقليمي الفاعل للاتحاد الأوروبي وعملية صوفيا بشأن الهجرة غير النظامية وكشف كوبلر أنه قد ناقش مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط دور مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي الليبي دعا عدد من رؤساء الدول خلال المدولات العامة لدورة الحادية والسبعين لجمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام باتفاق السخيرات المغربية ودعم التوافق والحوار تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير تباين في المواقف الدولية بخصوص تطورات الوضع في ليبيا كشفته المدولات العامة للدورة الحادية والسبعين لجمعية الأمم المتحدة وذلك رغم إعلان أغلب الدول دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثق عن الاتفاق السياسي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد في كلمته تطلع بلاده للسعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي بدعم من المجتمع الدولي والتصدي للإرهاب والتعامل مع أثاره الخطيرة في الوقت الذي تنشغل فيه قوات وضعت نفسها تحت تصرف المجلس الرئاسي في مكافحة الإرهاب انتهزت قوان أخرى رافض الحل الدولي الفرصة لكي تحتل موانئ تصدير النفط في ظل صمت دولي هل هكذا نشجع الليبيين على مكافحة الإرهاب؟ في السياق نفسه أبدت الجمهورية التونسية انشغالها بما يجري في ليبيا وتداعياته على أمنها واقتصادها وفق الرئيس الباجي قايد السبسي الذي أكد التزام بلاده بدعم توافق السياسي وتنفيذ ما تبقى من مراحله نحن ملتزمون بمواصلة دعم التوافق بين الأشقاء الليبيين لاستكمال تنفيذ بقية مراحل الاتفاق السياسي ورغم تأكيد رئيس المصري عبدالفتاح السيسي جهود بلاده في تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين ودعم الوفاق إلا أنه دعا أمام الجمعية الأممية إلى التسريع برفع حظر السلاح المفروض على ما سماه الجيش الليبي نبغي سرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبي ولا مكان للإرهاب ولا للميليشيات في ليبيا في غضون ذلك أظهرت صحيفة لاري بوبليكا توجها جديدا للديبلوماسية الإيطالية حيال الملف الليبي توجه يدو حكومة الوفاق الوطني إلى الاتفاق مع القوى المؤثرة شرقية البلاد ومن بينها خليفة حفتر في المقابل أبدت فرنسا موقفا آخر على لسان وزير خارجيتها جون مارك أيرو الذي صرح لوكالة رويترز أن عملية الكرام بقيادة خليفة حفتر لا تسير في الاتجاه الصحيح مؤكدا أن سيطرة على المنشآت النفطية لأهداف سياسية سيقود ليبيا إلى المجهول اختلاف في المواقف الدولية يقابله انقسام داخلي ورغم تأكيد معظم الدول الغربية والعربية دعمها لحكومة الوفاق الوطني إلا أن بعضها لم يظهر بعد عملية ما يثبت تصريحاته حيال دعم التوافق في ليبيا نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل المؤسسة الوطنية للنفط تقول إن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 390 ألف برميل يوميا ونقلة السيدلت الملطية تغادر ميناء راس لنوف محملة بـ 777 ألف برميل من النفط الخام طيران عمليات الكرم يشن أربع غراتٍ الاربعاء على منطقة جمفودا والهلال الأحمر بنغازي يمتشهل أربع جثةٍ من مياه البحر بالمنطقة الواقعة بين الشاطئ السيد علي وشاطئ دريانا المجلس العلى للدولة يطالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومته وإعلانها ويقول إنه سيبدأ ممارسة صلاحياته كاملةً وفق مواد الاتفاق السياسي إلى حين عقاد مجلس النواب على هامش الدورة الحدية والسبعي لجمعية الأمم المتحدة مواقف دولية تدعم التوافق في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في التصدي للإرهاب أهلا بكم من جديد يدخل قطاع النفط في البلاد مرحلة التعاش جديدة عقب تصديل 767 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء رسلنوف وذلك وسط اهتمام من المجلس الرئاسي الذي أعلن دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من زيادة الإنتاج وإعادته إلى سابق عهده مزيد من التفاصيل في سياق أهد التقرير بحث أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله آخر التطورات الخاصة بالموانئ والحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي وقد جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق دعم المجلس للمؤسسة لتمكينها من زيادة إنتاج النفط الخام وإعادته إلى سابق عهده يكون المجلس الرئاسي بإذن الله ساند وداعم لهذه المناسسة لأن كما نعرف جميعا أن الانتاج النفط ورجاع ليبيا إلى انتاجها السابق سيكون داعم لاستقرار سعر الصرف في ليبيا والاقتصاد الليبي وبدوره قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن انتاج البلاد الحالي من النفط بلغ 390 ألف برميل يوميا وقد خصصت المؤسسة أكثر من 300 مليون دولار سيتم توزيعها على الشركات النفطية التابعة لها مساهمة في زيادة إنتاج النفط مؤكدا أن وردات إنتاج النفط سترجع إلى مصر في ليبيا المركزي تم تخصيص 310 مليون واليوم تم تسييل الأموال بحسابات الموسط لنفط وإن شاء الله تعالى اشتغلنا على توزيح هذه الأموال وتم اعتمادها من قبل ينام وسيتم توزيحها إن شاء الله من حد على الشركات المشاغة للشركات المنتجة هذه حد ساهم في زيادة الإنتاج وتلبط جزء من الاحتياجات للشركات عمليا غادرت ناقلة سيدالتا ميناء رأس لنوف محملة بـ 767 ألف برميل من النفط الخام بحسب منصق عمليات استقبال وشحن النفط بالميناء عمران الفيتوري الذي رجح أن تتجه هذه الشحنة إلى إيطاليا يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط عمران الزوي عن زيادة إنتاج الشركة إلى نحو 215 ألف برميل يوميا من النفط الخام بعد تشغيل حقلي النفورة وماجد والعمل على زيادة الإنتاج من حقل السرير الزوي أوضح أن شركة الخليج العربي باستطاعتها تحقيق الإنتاجية القسوى لها والمقدرة بأكثر من 300 ألف برميل يوميا في حال وفرت المؤسسة الوطنية للنفط ميزانية مالية للشركة وفي السياق آخر أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أن أنتاج الشركة من النفط في ليبيا بلغ نحو 300 ألف برميل يوميا مؤشرات تبشر بانتعاش إنتاج النفط في البلاد على أمل تحقق انتظارات القائمين على القطاع والمواطن في ليبيا في الجنوب الليبي أكد مدير مكتب الإعلان بالمجلس البلديغات حسن عيسى إعلن المجلس البلديغات تشكيل غرفة عمليات طارية لمتابعة حادثة اختطاف الرعاية الأجانب والأوضاع الأمنية في البلدية أوضح عيسى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الغرفة تضم كافة الوحدات العسكرية والأجهزة والإدارات الأمنية الموجودة داخل بلدية غاتة مشيرا إلى مباشرة الغرفة عملها بمتابعة آخر تطورات في ملف خطف الرعاية الأجانب ونبقى في الجنوب حيث أكد عميد بلدية سبه المكلف ورئيس لجنة أزمة الوقود في المدينة غد في بوسعدة أنه تم تزويد خمس عشرة محطة بالوقود في المدينة ونقلت صفحة المجلس البلدي الرسمية عن بوسعدة قوله إن أي محطة لا تعمل في توقيت المحدد لها ستتخذ حيالها الإجراءات القانونية بناء على طلب مختار المحل التابعة له وفي سياق آخر أوضح عميد بلدية سبه المكلف أنه قد تم تكليف شركة الأشغال العامة لحل مختنقات الصرف الصحي في المدينة وذلك من خلال تنفيذ خطوط حديثة للصرف الصحي في شارع جمال عبد الناصر ومحلة المهدية أكد نائب رئيس لجنة رعاية موسم الحج صبر الفرجاني أن رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة إلى ليبيا ستنطلق اليوم الخميس وأضاف الفرجاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أولى الرحلات من مطار المدينة المنورة ستنطلق في الفترة الصباحية إلى مطار مصراتة تليها رحلة ثانية فجر الجمعة متوجهة لمطار معتيقة في العاصمة طرابلس وأشار الفرجاني إلى أن الرحلات ستستمر إلى بداية شهر أكتوبر بمعدل ثلاث رحلات إلى مطارة طرابلس ومصراتة والأبرق وطبرق نهاية النشرة ونذكركم بأبرز العنوين طيران وعملية الكرامة يشن أربع غرات الاربعاء على جنفودا والهلال الأحمر بنغازي ينتشل أربع جثة من مياه البحر بالمنطقة الواقع بين شاطئ سيدي علي وشاطئ دريانا المجلس العلى للدولة يطالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومته وإعلانها ويقول إنه سيبدأ ممارسة صلاحياته كاملة وفق مواد الاتفاق السياسي إلى حين انعقاد مجلس النواب على هامش دورة الحادية والسبعين لجمعية الأمم المتحدة مواقف دولية تدعم توافق في ليبيا وجهود المجلس الرئاسي في التصدي للإرهاب إلى هنا تنتهي النشرة ولمتابعة المزيد من الأخبار تفضلوا بمتابعة ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة فيسبوك ويوتيوب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة عبر شكرا لكرم المتابعة ضمتم في أمان الله اشتركوا في القناة